اشتركوا في القناة تم الاعلان عن انه توفى بالكورونا والفنان احمد خليل كان بيمثل مسلسل حكايتي مع الزمان مع الفنان ميرفت امين والفنان اشرف زكي وبعدها اعلنوا ان هو اتصاب بالكورونا ودخل المستشفى وبعد دخوله المستشفى طبعا صرح مصدر من اقارب الفنان احمد خليل انه تم نقله للمستشفى بعد تدهور صحته وخرج في نفس اليوم لانه المضاعفات كانت بتزيد عليه وتنقل لمستشفى تانية بعد خروجه من مستشفى دار الفؤاد وان اللحظات الاخيرة كانت في حياة الراحل احمد خليل كانت لحظات تعب ومعاناة مع مضاعفات فيروس كورونا وكان بيعاني من ضيق تنفس وكمان صعوبة في النطق والمضاعفات كانت بتزيد عليه لدرجة ان هي سيطرت كمان على جسمه ووصل ان هو ما كانش بيقدر يتكلم مع اسرته وكمان حصل ضربات في القلب والفنان احمد خليل قال قبل وفاته بساعات قال بجمهور انا تعبان وعندي كورونا وكنت في المستشفى وخرقت منها من كام يوم بس تعبت تاني جدا ورايح حالا للمستشفى علشان الاعراض بتزيد علي وحاسس بتعب ومش قادر اتكلم وطمن الفنان احمد خليل الجمهور عليه وقال ادعولي ان شاء الله هتعدي ودي اخر كلمات قالها الفنان احمد خليل قبل ذهابه للمستشفى وقبل وفاته مباشرة ونقابة المهن التمثلية اعلنت ان الخبر المتداول ان الفنان احمد خليل اتصاب وهو بيصور مسلسل حكايتي مع الزمان قال ان الفنان احمد خليل ما اتصابش اسناء تصويره المسلسل لان بعض المعلومات بتقول ان هو اتصاب في خلال تصويره للمسلسل بس نقابة المهن التمثلية نفت ده وقالت ان هو لسه متصاب وبعد ما خلص تصوير المسلسل والمسلسل ده كان معاه الفنانة ميرفت امين وكان معاه كمان الفنان اشرف زكي وعن وصية الفنان احمد خليل قال احد اقاربه ان الفنان احمد خليل وصى قبل ما يموت بان ما يقمش اعزاء ليه وينعل كتير جدا من الفنانين والوسط الفني الفنان احمد خليل على صفحتهم الخاصة على الانستجرام وعلى الفيسبوك بينه الفنان احمد خليل وكمان خبه خبر وفاته عن الفنانة سهير البابلي لان لو عرفت الخبر هيكون خطر على صحتها ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرب للقناة وادفع خدمة الجرس علشان يوصل لك كل جددنا اشتركوا في القناة